السلام عليكم أحبائي سنمر إلى نص مسترسل الجديد تحت عنوان السباح والماهر وسنجيب مباشرة على أسئلة الجزء الأول من النص القرائي السؤال الأول يقول أثمين بكلمات لها علاقة بأمواج أمواج عاتية هائجة عالية متتالية أبحث عن معاني الكلمات الآتية المفضلة المميزة يتطلعون ينظرون يتمحون تنميتها تقويتها وزيادتها أفهموا أحلي نستخرج من النص العبارة الدل على استفادة الطفل من الرحلات العبارة هي كالتالي كان والدي يعمل في سفارة بلادنا بأحدى العواصم الأوروبية نشترك في نادي من نوادي العاصمة الكبرى وأيضا وكثيرا وكان النادي ينظم لنا رحلات إلى أقرب شاطئ بحري سؤال الثاني يقول أدعو الجواب الصحيح ذلك خلال مربع أصدقائه يحبونه لأنه ليس أوروبيا لاختلاف شكله عنهم أركب وأقوم عفوا ألخص الجزء المقرؤ كان والدي يعمل بأحدى العواصم الأوروبية وكنا نشترك في نادي خاص بتعلم السباحة والذي كان بدوره ينظم رحلات إلى شاطئ البحر وكان المدرب يعلمنا قواعد السلامة قبل قواعد السباحة سؤال آخر يقول أفتح حوارا مع أصدقائي وصديقاتي حول أهمية السباحة السباحة من أفضل الرياضات فهي تنشط جميع ضلات الجسم وتعطى الجسم شكلا مرنا رشيقا وأيضا فهي تساعد على التنفس الجيد وكذلك فهي صالحة لجميع الأهمار لأنها تحسن من أداء القلب وتنشط الدورة الدموية كان هذا إجابة عن أسئلة الحصة الأولى ونلتقي في الحصة الثانية بحول الله